اشتركوا في القناة هذا البرنامج فكرته جميلة جدا جدا فيديو جبار برنامج جبار برنامج مميزات فيه روعة 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 اللي هي فكرته الاساسية ان صورة نقدر نجعل عليها مؤثرات حركية اي نجعل الصورة فيديو او جي اي اف متحركة مثلا هذه الصورة اللي احنا جدامنا هذا الشاب الواقف يطالع للشلال نجعل الشلال يتحرك ونجعل السماء الغيوم تتحرك ونضيف مؤثرات حركية على هذه الصورة طبعا طبعا بالبداية البرنامج هذا مدفوع الثمن لازم تدفعها لازم تشتريه فمثلا لو دخلنا على اليسار فوق الثعلب هذا اللي هو الثعلب البرنامج البرنامج بيكسا لوب اسمه طبعا راح اطلقكم روابط تنزيل البرنامج تحت الفيديو راح تلقونها بالشرح وبالتعليقات ثبتها لكم حق الاندرويد وحق الاي او اس بتليفونات الجالكسي والهواوي وغيرهم 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 طبعا هذا البرنامج بفلوس معطينا عروض اذا كان تشتريه ب 12 شهر اي مدة سنة كاملة راح تاخذ خصم 72 بالمية او اذا شهر واحد او اذا بتشتريه لمرة واحدة فقط تدخل وتشتريه اه على العموم فكرتنا انا ما انا ما راح اشتريه اه وريكم شرحها كيف اللي حابي يشتري عليه بالعافية فوق الخيارات اللي على اليسار قدنا الثعلب هذا عشان تدخل الفلوس الخيار الثاني الصورتين هذولي يحولك على الاستيديو طبعا هذه الصور مالتنا خليني احذفها انا عشان اشتغل لكم من جديد اه هذه الصور مالت البرنامج نفسها ونيو بروجيكت راح يدخلنا على الاستيديو راح نختار صورة جديدة الخيار الثالث هذا يعطينا فيديوهات يشرح لنا على ادوات البرنامج اللي انا راح اشرحها لكم يشرح لنا طبعا هذه كلها فيديوهات تقدرون تشوفونها وتقدرون تستفادون منها يعني والعليمين فوق اكسبورت اللي هو تصدير الفيديو اه تصدير الفيديو بعد شوي راح اشرح لكم عنها انية تحت على الخيارات اللي تحت طبعا شايفين السهم اللي عليمين وسهم على يسار الفيديو تحت هذولي خلف خلاف السهمين هذولي يعني اذا انا خطيت خطوة وابي ارجع عنها ادوس السهم يرجعني عنها واذا بغيت ارد لها ادوس السهم اللي على يمين يردني لها للامام او للخلف يرجعني خطوة ويقدمني خطوة طبعا المثلث اللي هذا على يمين هذا تشغيل الفيديو نأتي على خيارات البرنامج من اليمين اول خيار اد جست طبعا هذا حطلك عليه برو يعني بروفيشنال لازم تدفع لفلوس ما يعطيك الخيار هذا مجاني تفتح عليه الخيار هذا اللي هو يعطينا الافكتات او الاضاءة للصورة مثلا برايتنس اول خيار ثاني خيار كونتراست الاضاءات مالة للصورة نقدر نتحكم فيها طبعا والساتوريشن والتمب نقدر نتحكم فيها ونختارها طبعا انا ما ابي ولا شي من هذه الخيارات خليها مثل ما هي هذا الخيار طبعا بفلوس قلنا مو مسموح لنا نستخدمه مع البرنامج المجاني نما ننزل برنامج يسمح لنا بتنفيذ فيديوين او ثلاث فيديوات تقريبا نعتقد مجانية الخيار الثاني كاميرا اف اكس مؤثرات الكاميرا وهذا الخيار موجود باغلب البرامج مثل الاستقرام وغير الاستقرام مؤثرات عادية على الصورة يركب لك اياها تمام اللي هي يسوي لك حركات معينة طبعا هذه السرعة او الاتجاه شوف هذا الخيار الثاني يحرك الصورة ويحرك المشهد كله هذه الخيارات شوف كيف كأن الكاميرا قد تحرك على بطء كأنه صير زلزال او يعطي مؤثر معين على الكاميرا وهذه مؤثرات يعني موجودة تقريبا باغلب البرامج او بعض البرامج الخاصة لتعطيك حركات تمام احنا لا انا خليني بس ألغي لان انا ما بي هذه الخيارات كلها ما انا بي هذه الخيارات ولا خيار ممتاز ردينا الصورة الحقيقية تمام قبل لا نكمل الخيارات انا بجرب صورة للامانة بندخل على الاستيديو احدى اعضائنا اللي هي محمد الله يزا خير صممت فيه صورة ممتازة وجميلة عن منتجات شركة دي اكس ان ولاسية من رسيل شراب الكركدي هذا الجميل فبي اسوي عليه مؤثرات وكيف نعمل عليه مؤثرات تمام فلو رحنا على الكاميرا اف اكس اللي قبله شوية قلناها راح نشوف هذه الصورة راح تتحرك بهذا الشكل بهذا الشكل طبعا كل واحد ولمسته وكل واحد فنه الخيار الثالث elements elements يعني العناصر او العناصر بمعنى الصحتي نقدر نضيف عناصر للفيديو طبعا اضافات خارجية مثل هذه الفراشة طبعا بسبعيني اضغط اكبرها او اسغرها تمام خلينا نحطها على الوردة ونشغل الفيديو شوفوا كيف قد تحرك كالنفراشة حقيقية ادخلت وعندي طبعا خيارات كثيرة هذه كلها انزلها مؤثرات قوس قزاحة والالوان هذه غيوم اضاءات اشكال يعني نقدر نختارها شوف كيف هذه ريش او يعني اللي نقدر اشكال شجار وغيرها اضاءة نقدر احنا نستخدم هذه المؤثرات كلها تمام نقدر نحط هذه المؤثرات على هذا الفيديو انا ابي الامانة ابي انا ازل لهذا اللي تحت للامانة انا ابي الفراشة حطيتها شوفوها على الوردة شوفو كيف قد تحرك هذه شكل حلو شكل جميل الفراشة اضفنا لأول مؤثر الاليمنس عندنا overlay نضع عليه او نحط عليه على الصورة مؤثرات كاملة تمام هذه هي المؤثرات في عندنا مؤثر جميل اللي هي هذه الفراشات شوفوها هذه الفراشات احنا مثلا لونيين نحطها ونختار المساحة هذه شوفو الاماكن اللي تلونت بالبرتقالي هذه الاماكن اللي هي رح تطلع فيها الفراشات تمام مثلا ابي مكان ابي دخل القلب ما تطلع فيه ولا فراشة ادوس على الفرشة هذه الفرشات وامسح على اضغط بصبعي ضغط قوية وامسح مكان اضل المكان اللي ما ابي فيه تطلع الفراشات ما بفيتي الفراشات تمام واعطي اعطي اسكر هذا واشغله شوفوا الفراشات بالعكس قام اتي على المكان اللي انا مضل عليه اكثر انا عكست المعلومة المفروض ان خلونا نحط مثلا اللحظة خلونا نمسح هني المساحة هذي هي اللي راح تمسح عن هذا المكان خلوني اجرب انا عكست المعلومة الله يصلح حالي ويهدي ويهدي كم يا رب تمام خلينا نشوف الحين نسكر هذا ايوة شوفوا المساحة توخر الفراشات من المكان اللي انا ابي او اني احط الفراشات طبعا اضغط على المساحة تطلع لي وامسح وحط على الفراشات الفراشات وامسح المكان اللي ابي تطلع فيه الفراشات هذا لكي تظهر الفراشات عندنا شوفوا كيف اظهرت عندنا الفراشات هذا مؤثر طبعا في مؤثرات كثيرة احنا نختارها في اشكال في غيوم في مطار في ضباب في الندى في اللي هي الكريات الندى تنزل اشكال كثيرة احنا نختارها ونحطها اذا احنا استخدمنا الفراشة الثابتة واستخدمنا اللي هي elements واستخدمنا overlay على ما كامل الخيار هذا عندنا اللي هو fx المؤثرات fx هذا جميل جدا وانتبهوا لهذا المؤثر هذا يعطينا مؤثر على الفيديو مثلا طبعا هذه الدائرة هي مركز اصدار او خروج المؤثرات انا بحركها بحطها مثلا طبعا اكبر او اصغر المؤثرات هذه تمام نطلع ونشغل شوفوا المؤثرات كيف صارت كأن الورد قاعد يتناثر شوفوا من فوق دائر مدار طبعا الدائرة هذه بالصبعين اقدر اكبرها واقدر اصغرها انا لو اكبرها بالمنطقة تشدي هذه عشان كبر حجم هذا علشان تطلع بكبر الدائرة خلن نختار مؤثر ثاني شوفوا المؤثر الثاني شفتوا كيف نرجع عن هذا المؤثر افكت خلناخذ مؤثر هذا شوف هذا المؤثر الثاني هذه اشكال ثانية نقدر احنا نجعل فيه روح تتناثر تمام هذا المؤثر عندنا مؤثر سكاي هذا اللي هو قبل الاخير هذا المؤثر جميل جدا 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 نستطيع نضيف سماء للصورة شوفوا كيف يضيف الصورة لنا بشكل احترافي جدا شفتوا كيف كان البطل الروسيل والقلب والكلام كله طاير في السماء وهذا شي جميل جدا طبعا مؤثر جميل جدا يعطي روح شوفوا المؤثر الثاني هذا المؤثر الثالث تختارون كل واحد على حسب لمسته ونظرته للمؤثرات يقدر يحطها عندنا ملاحظة شوفوا هذه الغيوم احنا هنا يعطينا على الخيار ثلاث نقاط اي نقاط عليها يعطينا خيارات اخرى اللي هي هوريزون اللي هي العمودية للصورة او للغيوم بعدين اللي هي مؤثرات شوفوا كيف يعطينا مؤثرات للصورة الشفافية شفافية تبي شفاف ولا 100% يظهر شفتوا كيف انا بهذه انا حبيت هذه الصراحة هذا الشكل النهائي للفيديو طبعا شوفوا كيف صار وشون صار جميل عندنا ووتر هم برو ما نقدر نستخدمها الا بالبرو نفس مؤثر يضيف لنا ماء يضيف لنا بحر نحط ونحدد بمكان معين ونحرك البحر هذا احنا هذا ما نبيل امانة لان برو ما رح يعطيني الاشعار ما رح يبين لي لان لاب فلوس اخر اخر خطوة او اخر شي في الفيديو في البرنامج هذا اللي هو انيميت انيميت يعني الحركة انيميشن تمام في عندنا كذا خيارات الحركة هذا فكرته ابي احرك جزء معين من الصورة مثلا بطل الكركدي هذا البطل الروسيل ابي احركه اجي اضقط على الباث اول خطوة واضقط على البطل واسحب لي تحت شفو طلع السهم شفتو خلينا وقف الصورة ها شفتو كيف بدأ يتحرك عندي الفيديو تمام فعندنا احنا الحين لو نسوي هالحركة شفو الصورة كلها قاد تحرك انا ابي بس البطل يتحرك الروح على خيار فريز فريز يعني جمد ونختار طبعا الفرشات ونظل للبطل نظل للبطل تمام نظل للبطل ونأتي على هذا شفو كيف ثبت للبطل حرك لي الصورة كلها لو نعكس الطريقة نأتي على نحرك نثبت الصورة كامل طبعا نظل لها كامل او خلينا نسويها مو مشكلة نقدر نسوي بالمساح نمساح البطل بس كامل شفو كيف نظل مثلا منطقة هذه كلها ضللنا مع عدل البطل فقط ونشغل الفيديو شفو كيف البطل بس يتحرك شفتوا كيف الطريقة هذا الخيار طبعا عندنا خيار ثاني اللي هو العكس المساح هذه احنا رجعنا حيل اخنيني ارجع السماء راحت من عندي ايوه تمام لو نختار احنا المساحة راح لو نختار المساحة هذه المساحة بس ونمسح على البطل راح يتثبت عندنا راح يتحرك بس البطل وصورة كلها ثابتة هذا الخيار الاول باث اللي استخدمناه الخيار الثاني انكر انكر تثبيت السفينة اخذ من تثبيت السفينة ومن الدبوس انا اختار المنطقة اللي ابيها تتحرك تمام احدد بنقرات على الشاشة احدد هذا المكان وابدي احط الحركة اللي انا ابيها مثلا اروح على لوب تمام واختار الحركة يعطيني اياها يبدي حرك لياها طبعا لما احدد المنطقة اجي على الباث واحط السهم وحرك شوفوا كيف يحرك لبس مساحة البطل فقط شوفوا بس البطل فقط ولو اي على لوب اخر وحدة اختار الطريقة هذا يتحرك كأنه يروح ويرجع بمكانه تمام هذا متحرك مستمر كأنه قاعد ينسحب البطل وهذا يروح ويرجع يروح ويرجع على خيار اللي انا ابي الحركة اللي انا ابيها هذه الطريقة هذا الفيديو طبعا حركة الانيميشن مالتا اللي احنا سويناها اخترنا باث واخترنا الانكر الجومناتك هذا طبعا ما رح يفيدنا لنا برو لو بيحذف العمل او بيحذف الحركة الصورة هذه سبيد سرعة الصورة وحركة الصورة لو ابيها سريع لو ابيها بطيء تمام الفريز قلنا تجميد ونمسح نتبت شي ونحرك شي ونكمل شي ثاني بعدين نأتي للخيار الثالث هذه الخيارات كلها اللي هي مالت مالت الانيميت كلها هذا الفيديو بشكل النهاي انا قررت ان يكون شدي بهالطريقة هذه هذا الفيديو وهذا العمل كيف صار معانا طبعا قاعد يشتغل نوقف نقدر نقدر نشغل ونبين هذا العمل الحين احنا خلصنا عملنا وصممنا الصورة هذه وحطينا عليها مؤثرات وحركناها نروح على export export اللي هو تصدير عندنا خيارات الخيار الاول هذا العمود الاول نبن صدره كفيديو او live photo طبعا pro او gif pro هذي بفلوس انستغرام او الفيسبوك او social snapchat او تويتر على اي مكان بنصدره طبعا راح لازم تشبك برنامجك تدخل على ملفك وهو يرسلك على طول هناك الخيار الثاني العصف الثاني هذا حجم الشاشة اي حجم تبي قياس الشاشة طبعا احنا مختارين على كبر الشاشة اخر شي اللي هذة ني ديوريشن اللي هو مساحة الفيديو مدة الفيديو كم يعطيني 138 ثانية طبعا هذا بلو برو لا تدفع فلوس عليه تمام انا لو باخذ 60 ثانية هذا مدة الدقيقة حق الانستغرام quality اللي هي جودة الفيديو 720 بي وايد مناسب للتليفون 1080 بي راح يكون شوية راح يكون دقتها وائد حلوة اما 2K هذا بالبرو لما نخلص راح ندوس على هذه ريموف برو لمت هذي طبعا بفلوس ما راح يصدر للفيديو الحين لان انا استهلكت كل الفيديو مالتي المجانية سويتها وخلصت فنضغط عليه على طول راح يسيف لنا الفيديو على استيديو مالنا ورح الجليكسي للآيفون للهواوي لكل التليفونات يشتغل هذا البرنامج هذا البرنامج جميل لازم نشتري بفلوس 13 دولار شي بسيط جدا يعني اعتقد مبلغ بسيط مو مبلغ ضخم جدا للي حاب يبدع ولي حاب يميز شركته ولي حاب يميز منشوراته انصحكم بهذا البرنامج وبقوة وعسى الله يبارك لكم وان شاء الله اتمنى وصلت لكم معلومة وافتكم بهذا الفيديو اذا اعجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة تصلكم الجديد وتأكدوا كل اللايك يجيني يعني راح عارف اني افت شخص فيكم افت مسلم فيكم وانفعتكم عسى الله ينفعكم بما آتاكم وينفعني بما آتاني يا رب العالمين وسامحون على الكسور واخوكم فتاح الراشد